موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو أسبوع جديد وكلمة أخيرة غارات جديدة اليوم من القوات الأمريكية والبريطانية المشتركة على مواقع جديدة لجماعة الحوثي في اليمن فهل تحد هذه الهجمات أو هذه الضربات من قدرة الحوثيين على تهديد السفن؟ النهاردة منذ قليل جماعة الحوثي قالت أنه لا تأثير لهذه الضربات على قدرتهم على عقاب السفن المتجهة إلى إسرائيل بينما قالت مصادر أمريكية أنها استطاعت أن تدمر 30% من قدرات الحوثيين ما تأثير ذلك على سلاسل الإمداد على التجارة العالمية ده الحقيقة أمر مهم جدا لأنه قد بالتأكيد ممكن هو يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم وموجة جديدة من رب الأسعار أيضا هنتكلم عن ده في حلقتنا النهاردة وأيضا كأس الأمم الأفريقية افتتح منذ قليل في الكودفوار أول الفصول أو أول الفصول بعد قليل بمباراة الدولة المضيفة الكودفوار غدا مباراة مصر وموزنبيق في السابع مساء حتى حنتابع طبعا الفريق المصري والمتخب المصري الذي نتمنى أن يأتي لنا بالكأس الثامنة بعد غياب 13 سنة غيب الأميرة السمراء عننا يا رب نرجع بيها بإذن الله ولو كنت بتتظلم من مخالفات سيارتك وثبت سلامة موقفك فالنائب العام قال أنك مش هتدفع تمن التظلم ده قرار من النائب العام صدر النهاردة لأن كنا لما بنا تظلم من المخالفات وطلع أن أنت تظلمك سليم وأن المخالفة دي مش تبعك كنت برضو بتدفع تمن التظلم عادي جدا 100 جنيه كنت بتدفعها فأرد للنائب العام عدد من الشكاوى وأصدر قرارا النهاردة أنه إذا تظلمت وثبت سلامة موقفك وأن المخالفة دي مش بتاعتك بتاعت عربية نقل مثلا ومش بتاعت عربيتك فأنت لن تسدد تمن تظلمك وهذا عدل الحقيقة هذا عدل شكرا للنائب العام في النصف الثاني من حلائتنا سنتابع سياسيا وعسكريا تحليل الأوضاع في جنوب البحر الأحمر بعد الضربة العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا معا من أول إمبارح ماذا نتوقع في الأيام القادمة هل هذا توسيع لرقعة الحرب هل هذا جر المنطقة لصراع أوسع مصر حذرت من هذا الأمر وقالت أن الأمور كلها بتدخل في إطار توسيع رقعة الأزمات وتوسيع رقعة الحرب نتكلم عسكريا مع العميد محمود محيددين الباحث السياسي في الأمن القومي وسياسيا مع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ألو نبتكي لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر